تحية طيبة عزانا المتداولين انتعشت الأسهم العالمية لأسبوع الماضي بعد تعليق رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك سوف يعمل حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع حيث زادت الأمال بأنه قد يكون قريبا بتطبيق تخفيضات على سعر الفائدة كما أنه قرر الرئيس ترامب تعليق فرض الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك يوم الجمعة قد عزز الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين أولاً كفز مؤشر SB500 بنسبة 4.4% الأسبوع الماضي بينما انخفض مؤشر ICE بالدولار الأمريكي بنسبة 1.2% ثانياً تعافت جميع مؤشرات البورصة الرئيسية الستة المتقدمة من خسائر الأسبوع الماضية الواسعة حيث سجل مؤشر داو جونز أكبر انتعاش فقد ارتفع بنسبة 4.7% كما عكس السياس من أسر 6 عملات رئيسية ديناميكيات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي في حين تضاعف نطاق التقلبات الأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية مع ارتفاع أغلبها ثالثاً كان الدولار الكندي هو الرائد من حيث النسبة المقوية للتغير فقد ارتفع بنسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ستبقى التطورات على جبهة نزاع التعريفة بين الولايات المتحدة والصين موضع اهتمام هذا الأسبوع وسيتم متابعة تقرير التدخم الأمريكي المكرر يوم الأربعاء مع بينات مبيعات التجزئة يوم الجمعة عن كذب لقياس احتمال خفض سعر الفائدة الفدرالي في وقت مبكر في يوليو بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر مايو تمنية أنه لكم بالكثير من الأرباح وإلى اللقاء